استعاذة بالله من كل شيطان وبسملة بالرحيم الرحمن وحمدا للواحد الديان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه في كل حال وآن أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته أهلا بحضراتكم معنا ونستمع في هذه الحلقة المباركة إلى بعض محبوبات سيدنا رسول الله من أحب النبي فلابد أن يحب ما أحبه النبي ذكر الإمام الحافظ الذهبي معددا بعضا من محبوبات سيدنا رسول الله فقال كان النبي يحب عائشة وأباها ويحب أسامة وسبطي ويحب الحلواء والعسل ويحب جبل أحد ويحب وطنه ويحب الأنصار صدقت يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله سئل النبي ذات مرة من أحب الرجال إليك يا رسول الله قال أبو بكر وسئل مرة من أحب النساء إليك يا رسول الله قال عائشة قالوا ومن الرجال قال أبوها يحب الصديقة ابنة الصديق يحب الحصان الرزان الشريفة العفيفة التقية النقية الوفية البهية يحب أم المؤمنين عائشة يقول القاضي عياض في كتاب الشفاء من سب أبا بكر جلد ومن سب عائشة قتل وأنا لا أتخيل أن مسلما ينال من أم المؤمنين عائشة وهي عرض النبي وزوج النبي وحبيبة النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة وأباها كان حبه لسيدنا الصديق حبا جمى يقول لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر ولكنها أخوة الإسلام كل الأبواب تغلق إلى المسجد إلا باب أبي بكر من قدم إلينا معروفا كافأناه عليه إلا أبا بكر رجل من أمتي ينادى عليه من كل أبواب الجنة وأرجو أن تكون أنت هو يا أبا بكر رضي الله عن سيدنا الصديق الأكبر ويحب أسامة أسامة بن زيد الحب بن الحب زيد بن حارثة الذي تبناه النبي ثم نزلت آية التبني وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أسامة بن زيد حبا جمى وكان يسميه الصحابة الحب بن الحب يحب أسامة وسبطيه الصبط هو ابن البنت كان يحب الحسن والحسين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وكان يقول حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسين وكان يقول إن ابني هذا سيد يقصد الإمام الحسن وسيصلح الله به بين فئتين متنازعتين من المسلمين يحب عائشة وأباها ويحب أسامة وسبطيه ويحب الحلواء والعسل ورد في الشمائل المحمدية أن النبي كان يحب الشيء الحلم وكان يحب البطيخ وكان يحب العسل وقد أهدى إليه المقوقس عظيم مصر عسلا من بنها وأكله النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هدية من المقوقس للنبي مع السيدة مارية ومع أختها السيدة سيرين وكان النبي يحب وطنه أحب مكة وأخرج منها فقال اللهم أسكني أحب البلاد إليك فاختار الله له المدينة فكان يدعو ويقول اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وكان يشتاق للمدينة إذا كان في سفر وكان يحب جبل أحد وكان يقول أحد جبل يحبنا ونحبه ووقف عليه ذات يوم فاهتز الجبل فقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان وكان الحبيب الشفيع يحب الأنصار الذين نصروه في المدينة وهم أهل الأوس والخزرج أهل المدينة المنورة وكان يقول آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار ونحن يجب علينا جميعا أن نحب ما أحبه النبي نحب أم المؤمنين عائشة ونحب الصديق ونحب أسامة بن زيد ونحب الحسن والحسين ونحب الحلواء والعسل ونحب أوطاننا ونحب جبل أحد ونحب الأنصار والمهاجرين اللهم املأ قلوبنا بحب محبوبات النبي واجعلنا من أهل وداذ رسول الله اللهم أمين وبالله التوفيق وصلى الله على الهاد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته